هذه أبرز العناوين تطورات جديدة بخصوص الحالة الساحية للمغربي حاكم زياش بعد تعرضه لإصابة أمام منتخب زنبياء الكافة يصدر قرارا مفاجئا في حق أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني المغربي قبل موجهة منتخب جنوب إفريقيا الاتحاد المصري يدبح عجلا ويوزع لحل حمه على الفقراء بنية كسر التعادلات وتحصيل لعبه من الإصابات في الكانا توماس توخيل يخرج بتصريح جديد ويوجه رسالة قوية لنصير مزراوية قبل مشاركته مع المنتخب المغربي في أولى مبارته في الكانا اثارت إصابة المغربي حاكم زياش نجم المنتخب المغربي خلال المبارته أمام فريق زنبياء جدلا واسعا في الشوارع الرياضية المغربية حيث انتشرت شائعات حول خطورة الإصابة وأكدت المصادر المطلعة أن حاكم زياش يعاني من التواء بسيط في الكاهل نتيجة سقوط المدافع الزنب عليها وأوضحت المصادر أن حاكم زياش خضع لكشفات دقيقة بيرل المغناطيسي في مدينة سان بيدرو وأوضحت أن الإصابة بسيطة ويمكن معالجتها خلال أيام ومن حصن حد أن حاكم زياش في مباراة منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في دور 16 من كأس أمم إفريقيا ستجرى بغدى خمس أيام من الآن وهو ما سيسمح للتقام الطبي للفريق الوطني بدل كل ما في وسعه من أجل تجهيزه للمباراة تجتم النهائية فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكافة أربعة لعبين من صفوف المنتخبة المغربية حيث اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أربعة لعبين من الأسود ضمن التشكيل الميتالية لدور مجموعات ثم نهائي كأس أمم إفريقي الكونتيفورة 2023 تطل إنهرجيز وعرفة التشكيل الميتالية تواجد كل من نايف أكرد أشرف حكيمية في خطة دفاع وعز الدينو ناحي وصفين مرابط في خاصة الوساطة وفيما يلي تشكيلة المختار من الكافة حرصة المرمى خيسوس أونو غيني الإسيوائية خطة دفاع أشرف حكيمي من المغرب خليدو كوليبالي من السنغال لايف أكرد من المغرب أرتورو ماساكو من الكونغو الديمقراطية وخطة الوسطة عز الدينو ناحي وصفين مرابط من المغرب ولا من كامارا من السنغال وخطة الهجوم جليسون دالا أنغولا إسماعي سارا من السنغال إيميليو نوسي غيني الإسيوائية ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في ثم النهائي نظيره جنوب إفريقيا يوم التلتاء المقبلة على أرضية الملعب لورانبوكو انطلاقا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المغربي غرينيتش عمل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم على دبح عجل قبل مواجهة الفراعن أمام نظيره الكونغولية لحساب ثم النهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وقال مسؤولي الاتحاد الكرة المصرية بدبح عجل وتوزيع لحمه على الفقراء والمحتاجين بني التصحيح مصار قبل مباراة الكونغو وأكدت وسائل الأعلام المصرية أن دبح العجل جاء كذلك بنيات كسر التعادلات وفوز في مباراة المقبلة ورغب في أن تكون الخطوة منصفة للعبين ضد الإصابة هذا ويوجه المنتخب المصري نظيره الكونغولية يوم الأحد على أرضية الملعب لورانبوكو انطلاقا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المغربية يأمل توماس طوخيل مدر باير ميونخ الألماني لكرة القدم في عدم عودة الدول المغربي نصير مزراوي من مشاركته مع المنتخب الوضع المغربي في كأس أمم إفريقيا التي تجرى حاليا بالكود ديفوار بدون إصابة وابعت مزراوي جاهزا ومتاحا للناخب الوضني وليد الرجرغي في المباراة القادمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بعد انتهاء البروتوكول الصحي المتفق عليه من الإدارة الطبية للنادي باير ميونخ الألماني بعض الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع الفارق الباظري في دور أبطال أوروبا ضد مونشيسر يونايتد ورفض وليد الرجرغي المجازف بدخول نوصير مزراوي في المباراة التالية والأخيرة لدور مجموعات أمام زنبيا وأيضا أمام تنزانيا والقنغو الديمقراطية وقالت أخير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة أمام آسبورغ نحن نعمل على أشياء منطقية بالنسبة لنا لن تجبرنا الإصابات أيضا على فعل أمر غير منطقي لدينا اتقى في نقاط قوتنا وفي اللاعبين الموجودين هنا نأمل أن يعود كيم ونصير مزراوي من بطولتهما دون إصابات وأضاف أوقات الانتقالات أصبحت أكثر تعتقدان يلعب الجمهور دورا كبيرا وكبير في ذلك لدي اتقى كاملة فيما نقوم بها لن نضطر إلى فعل أشياء مجنونة سنقوم بدعم الفريق خلال المباراة الغد أنا متأكد من أنه سيكون لدينا كل شيء لتحقيق الفوز مهما خارج عن أراضينا غدانا اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر